بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وأبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم إلى رحلة في دنيا الرسم والتصوير أتمنى أن تكون شيقة وممتعة لنتعرف على أهم الأدوات والخامات وطرق وتقنيات العمل في هذه الوحدة المتنوعة التي ستثري معرفتنا وتغذي تجربتنا الفنية وستكسبنا الكثير من المهارات اللازمة لتحقيق مشروعنا الفني بكل إتقان وإبداع الآن وبعد أن قرأنا بعض هذه الأسس والقواعد وهذه الأقوال الجميلة سنبدأ من البداية أي من الخط الذي هو أساس إنشاء اللوحة وهنا ثلاثة أنواع من الخطوط هنا نلاحظ الخطوط المستقيمة ثم المنحنية والمتعرجة الدراسة التي تعتمد الظل والنور بكل تفاصيله تحتاج منا إلى إخراج جيد وهذه بعض طرق إخراج التونات قد تكون في تواصل القلم الرصاص أو في التهشير أو التنقيط وهنا في النسيج كما نلاحظ المهم أن نعطي التونات المناسبة للعمل الذي نقوم به وهنا رسمان للعين الأول بالقلم الرصاص والثاني بالقلم الحبر بواسطة التهشير ونلاحظ أن المشترك هو دراسة وفهم جيد لهما الآن خطوط متطاولة وقطع متجاورة من التونات هنا أيضا ركز الفنانان على مسألة التعبير الفني بواسطة اختلاف التونات وحدودها وهنا أيضا التعبير عال وفي الوسط اعتمد الطبقات العريضة من القلم الرصاص وإلى اليسار الاختزال أيضا التحوير إلى طبقات من الأسود والأبيض رمادية أو أسود وأبيض فقط وعمل فني كبير ومهم في الأمور الإعلانية تحديدا وهنا دراسة للبورتري وقد استخدم الفنانون هنا ثلاثة أنواع من طرق التهشير أيضا إلى اليمين أملنا قلم الرصاص ليعطينا خطوطا عريضة أما إلى اليسار فالقلم الحبر مع بعض نقاط الماء التي أعطت تأثيرات جميلة وهنا مشهد سريع واستخدام لفرشات الحبر وقلم الحبر الذي أعطى خطوطا متوازية المشهد مباشرة من الطبيعة الجبس له طريقة خاصة في إبرازه بسطة تناقض الظل والنور الكنتراست وحدود طبقات التونات أما هنا فنلاحظ أن التهشير الجميل والمتقارب أعطى ملمس الجلد البشري في المعدن وفي الزجاج سنقوم بالتصليل ولكن هذان العملان لا يخضعان كثيرا لقواعد الظل والنور إذ قد يتجاور الأسود والأبيض والفاتح والغامق بحسب الإنعكاس الوارد من الأشياء المتواجدة أصلا في مكان العمل المراد رسمه وهذا تلخيص لما سبق وقلناه حول القلم الرصاص ننتقل إلى الألوان وأقرب الألوان إلى القلم الرصاص هي الألوان الخشبية خطوط طولية متداخلة وألوان جميلة ثم خطوط مقطعة في الوجه لتبرز مساحات لونية جميلة أيضا الألوان المائية وهذا فن جميل وهو فن اللمسة الأولى وهي ألوان متداخلة شفافة متميزة يحبها الفنانون كثيرا تعبيرها عالي أنواعها في الأنابيب في الأقلام في الحجر وفرشها متنوعة أيضا من العريض إلى المذبب إلى الرفيع العادي نبدأ من الخط والمساحة السريعة والمتدرجة بالماء وقد يتداخل لونان هنا هذه بعض الأدوات التي ممكن أن تساعدنا في تقنيات الرسم المائي نبدأ هنا مع بعض الأدوات الصغيرة قلم شمع أستيل أبيض بعض الأعواد تنظيف الأزن بعض الأعواد التي تستخدم في التجميل والقطع القطنية أعواد تنظيف الأسنان وفرشات الأسنان هنا الفرش بأنواعها العريضة وبالطبع هي المساحات الكبيرة وخاصة خلفية اللوحة المتوسطة اللمسات المتوسطة ودمج أكثر من لون هناك فرش تحتمل ماء أكثر من غيرها ممكن استخدامها أيضا في المساحة وفي الأشياء الدقيقة خاصة مدببة الرأس وهناك فرش صغيرة للتفاصيل والقطوط البسيطة أيضا هناك فرش يمكن تعبئتها بالماء والعمل فيها هناك العود الذي نستخدمه في شرب المشروبات الغازية وهناك مضخة مائية ممكن أن ننزل بواسطها نقاطا على اللوحة أيضا لابد من الماء أن يصاحبنا أن يكون هنا وعاء صغير أو كاس لتنظيف الفرش وعاء لإستخدام المزج لإستخدام الماء هناك الملح أيضا ضروري عندنا لاصق يمكن إزالته ولا يترك أثرا على اللوحة عندنا أيضا نوع من الزيوت وخد يكون الفازيلين وهو يقاوم الماء وبالتالي سنستخدمه في بعض التقنيات والتأثيرات الجميلة هناك أيضا الماسك الموجود في كثير من المكتبات وهذا الماسك ممكن استخدامه بالمناطق التي نريد أن تبقى بيضاء حتى نهاية اللوحة هناك أيضا الأقلام الخشبية التي ممكن أن تتحول إلى ماء وأن تحل بالماء أيضا عندنا الفرش الجاهزة بكل الأنواع والألوان ونضيف أيضا هذا الجهاز الضروري مجفف الشعر أخيرا نستخدم ورقة مقوة الكانسون أو غيره من المضغوط على البارد أو على الساخن وبالطبع كنا نضطر لتلصيق جوانب اللوحة قبل البدء بالعمل المائي ولكن هناك أيضا الآن بلوكات جاهزة في كثير من المكتبات ملصقة على الجوانب كما ترون هنا وجاهزة للعمل مباشرة هنا بعض الشروح لبعض تقنيات العمل بالألوان المائية استخدام فرشات الأسنان أو الملح وهنا المسك المطاطي الذي يحافظ على البياض حتى نهاية اللوحة هنا أيضا استخدام الشمح أو بعض الزيوت للحيولة دون وصول اللون إلى الأماكن التي نريدها بيضاء هنا طريقة إنزال الألوان المائية في الأشكال المراد رسمها وهنا تقنية تداخل اللون أو تجاور الطبقات إلى اليمين أيضا هناك الرسم البسيط واللون المتداخل وهناك الألوان المتجاورة بتونات مختلفة وتصل إلى الحدود الواضحة بين الطبقات أيضا المشهد الطبيعي والطبيعة الصامتة اختلاف في التعبير وقوة في اللون قد تصل أو تقارب بعض المدارس الفنية الوجه من الممكن أن يكون بألوان متداخلة وممكن أن يكون مختزلا كما التحويل أو في قطع لونية متجاورة هنا لوحتان متميزتان لفنانين مبدعين تتجاور فيها الألوان والتونات بشكل جميل جدا ومعبر الألوان الزيتية وهي مساحيق تمسج بزيت الكتان على الأغلب وبالإمكان الرسم فيها على مختلف السطوح لها قدرة جميلة على إظهار المواضيع نستخدم الفرشة ونستخدم السكين كما هو ملاحظ هنا وقد تقترب الطبقات من الواقع كثيرا بحسب طريقتنا في الرسم هنا أيضا نماذج متعددة لطريقة التعامل بالألوان الزيتية وهنا أسلوبان مختلفان ألوان طبيعية وأخرى بهيجة متميزة بواسطة السكين قطع لونية واسعة طبيعية في اليسار قطع نافرة حتى عن سطح اللوحة ربما استخدم الفنان وإصبعه فيها ألوان الإكليريك والتي جاءت لتحل مسألة التربنتين ورائحة الألوان الزيتية وتعطي نتائج مشابهة لما تعطيه الألوان الزيتية في الغالب ولها عدة استخدامات كتيمة وقد تصبح شفافة في حالة إضافة الماء نلاحظ هنا تنوع استخداماتها إلى اليسار البورتري كما هو في الألوان الزيتية إلى اليمين نقطعها تقريبا بشكل مقارب هنا لألوان القواش تتقاربان هنا بهذا التقطيع متشابه أيضا هنا بحسب حساسية الفنان وتداخل الشفافيات أو القطاع الكتيمة مشهدان مميزان للطبيعة قد تكون القطاع واضحة الحدود وتعطي تشكيلا جميلا بايا وطرق حديثة وقد نصوق هذه الأعمال بواسطة البرامج الرقمية عزيزي الطالب الآن تضع انطباعاتك وأفكارك وتناقش أستاذك بما يجول في خاطرك وتحضر مشروعك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر